اشتركوا في القناة فيه لما يديني معادلة لما يديني زاوية يعني مثلا يقول لي ايه زاوية سيتا بخمسة وارمائين درجة هاتلي ميل المستقيم المائل بالزاوية دي فكنا بيقول لن الميل بيساوي تان يعني بيساوي واحد يبقى الميل لما يديني زاوية بيساوي تاني الزاوية لما يديني نقطتين الميل لقنون فرق الصداد لالواي وي اتنين ناقص وي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد يعني مثلا الداني نقطة تلاتة وخمسة ونقطة تانية اتنين واثنين وعاوز الميل وعاوز الميل الميل بيساوي فرق فرق الواي الصداد ده هيد خمسة ناقص اتنين على تلاتة ناقص اتنين تلاتة ناقص اتنين تلاتة ناقص اتنين سالم معامل ت على معامل وان مش فاهم معايا وي بتساوي يبقى الميل بيساوي معامل ت ميل اللي هو معامل اكس على معامل وي اللي هو واحد المعامل يعني الرقم اللي قدامه طيب انت مش قلت هنا سالب ليه كتبته زي ما هو السالب المقصود بيه لو كانت الواي معاها الاكس هنا ايه مثلا وهنا بيه بيتساوي الس طيب نشوف الحاجات ده بالتفصيل جد ميل المستقيم ثلاثة وي ثلاثة وي زايد اتنين اكس بتساوي اربعة الميل هنا بيساوي سالب الرقم اللي قدام اكس الرقم ده جوجب اتنين على الرقم اللي قدامه هاي ثلاثة يبقى النتيجة سالب اتنين على ثلاثة جد ميل المستقيم المار باثنين واثنين وخمسة وسبعة من اي مكان عايز تبتدي صح يعني واحد قال انا هبتدي بالويد الاول واحد قال انا هبتدي بالويد الاول من اي مكان يبقى الميل بيساوي سبعة نقص اتنين على خمسة نقص اتنين بتساوي خمسة على الثلاثة الميل ملوش تمييز جد ميل المستقيم المائل بزاوية ستين لربا يبقى السلوط بيساوي تان ستين طبعا النتيجة روتسل طيب في شروط في شرط اسمه شرط توازي وشرط شرط التوازي ايه هو شرط التعامد ايه هو شرط التوازي ان الميل الاول قد الميل التاني شرط التعامض ان الميل الاول في الميل التاني يديني سالب واحد شرط التوازي ان الميل يكون زي الميل شرط التعامض ان الميل في الميل يديني سالب واحد إذا كان Y بتساوي 3X زائد 5 معجلة مستقيم موازن للمستقيم 3Y زائد AX بتساوي 7 جد قيمة A علشان المستقيم الأول بيوازن مستقيم التاني اللي دي بفرض إن هو اسم المستقيم يبقى الميل الأول قد الميل شرط شرط التوازن الميل زي الميل ميل دا معامل X على معامل الواي ليه؟ عشان اللي يساوي منهم إنما هنا سالب معامل X على معامل الواي ليه؟ يعني ليه خدت دا موجب وليه خدت دا سالب دا خدتوا بالموجب بين الواي في يما والX في يما هنا ليه خدتوا بالسالب عشان الواي والX مع بعض هنعمل وسطين في طرفين يبقى سالم A بتساوي 9 يبقى الA بسالم 9 المستقيم لام واحد أو اللي واحد يمر بالموجب باثنين وثلاثة وخمسة وإن ولم اثنين يميل لزاوية خمسة واربعين دا ولام واحد عمودي على لم اثنين بما إن لم واحد عمودي على لم اثنين إذن الميل الأول في الميل التالي يديني سالب واحد إذن الميل الأول بيساوي A نقص ثلاثة على خمسة نقص اثنين بيساوي الميل التاني اللي هو تان خمسة واربعين بواحد يبقى الA بتساوي ست الميل ليه نواتج نواتج الميل الميل لو بسفر ده بيوازي محور السينات اللي هو الـ X axis الميل لو كان غير معروف اللي هو بيبقى رقم أي رقم على صفر ده بيوازي محور الصراط الميل لو سالب يصنع زاوية منفرجة الميل لو موجة يصنع زاوية حالة إذا كان المستقيم اللي واحد معادلته Y زاوية 3K X بتساوي 5 معادلة المستقيم L2 هي Y زاوية X بتساوي K جد قيمة K إذا كان متوازيان بما إن L1 بيوازي L2 إذن الميل الأول بيساوي الميل الثاني بما إن الميل الأول بيساوي سالب الرقم اللي قدام X اللي هو المعامل على الرقم اللي قدام Y والإم 2 بتساوي الرقم اللي قدام X على الرقم اللي قدام Y سوانهم ببعض طبع العلاقة يبقى K 3 ب1 على 3 مستقيم مائل بزاوية 30 درجة ومعادلته K زائد 1 X زائد Y بيساوي 7 30 بما إن الميل بيساوي 10 سيتا الميل اللي هو سالب الرقم اللي قدام X X على الرقم اللي قدام Y بيساوي 10 30 يبقى K زائد 1 بيساوي سالب 1 على جزر 3 لأن 10 30 بواحد على جزر 3 لأن 30 بواحد على جزر 3 يبقى K بتساوي سالب 1 زائد 1 على جزر 3 إذا كان 1 مستقيم يمر بواحد وسبعة 7 واحد و3 و3 وعمودي على المستقيم اللي 2 الذي يمر بK و5 و2 و2 أوجد قيمة K بما أن اللي 1 عمودي على اللي 2 يبقى M1 في M2 بيساوي سالب 1 M1 7 M1 بواحد ناقص 3 على 7 ناقص 3 في في M2 2 أو 5 مقص 2 على K مقص 2 تساوي سالب 1 سالب 2 على 4 في 3 على K مقص 2 بتساوي سالب 1 أشيل السلب ده معده هنا في هال 2 2 يبقى النتيجة 3 على 2 K ناقص 2 بتساوي 1 نعمل وسط في طرفين يبقى 2 K ناقص 2 بتساوي 3 2 K بتساوي 5 K بتساوي 5 على ال2 وإلى اللقاء بترسي اشتركوا في القناة